اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل حوارنا السياسي الرئيسي اليوم في اخر النهار زي ما نوهت لحضراتكم في بداية الحلقة ضيفي فيه الاستاذ الدكتور عبد الحالي منديل الكاتب الصحفي والسياسي المخدرم اهلا وسهلا اهلا وسهلا ازاي حضرتك الحمد لله السلام عليم احنا الاسبوع اللي فات كنت حراك بنورنا واتكلمنا عن تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي وحضرتك المحت الى نقاط مهمة جدا كانت مساهمة في فهم الجمهور لطبيعة الصراع وخلفيات الصراع النهاردة عايزين نتكلم كمان عن يعني امور محددات اخرى بتخش في الصراع مع تناول المستجدات اللي حصلت على مدار الاسبوع وعايز ابدأ محرك مع المستجد الاخير اللي حصل وهو دخول ايران من خلال الحوثي بعملية احتجاز السفينة الاسرائيلية مبارع هل حرك شايف ان ده توسيع لجمهات الصراع ودخول المنطقة فيما يشبه الحرب يعني يوحي بذلك وان لم يكن كامل ببساطة ايران قررت انها لن تدخل الحرب بذاتها وانما يمكن ان تجري مناوشات متفاوثة المستويات على جبهات رديفة لايران حتى لا نقول وهو معلوم ان جهات وكيلة وجهات تابعة السؤال الذي يسيره يعني هذا التطور او هذه المشاهد منها مشهد احتجاز سفينة يملكها اسرائيلي من قبل جماعة الحوثي السؤال الذي يسيره ببساطة لماذا تبدو ايران في هذه الصورة لماذا يبدو الصراع العربي الاسرائيلي وكأنه تحول في السنوات الاخيرة بالذات الى صراع ايراني اسرائيلي صحيح اي محو الصفة العربية للصراع هذا لم يأتي من فراغ وهنا نسمع كلاما كثيرا معادل ومقرر عن التوحش الايراني والاستلاء على عواصم عربية بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء والى اخره كل هذا الكلام مفهوم لكن كيف توسعت ايران على هذا النحو انا لا اقول ان ايران هي اسرائيل ايران في النهاية من حقائق المنطقة التاريخية الممتدة في الزمن فمن هنا هي ليست كيانة مصطنعة وانما هي كيان كذا اي كيان في هذا العالم يسعى لكسب مواقع اقدام استراتيجي ايران قفزت بحدودها من شاطئ الشرقي للخليج العربي هم اللي يسمونه طبعا بالطبع الخليج العربي ويسمونه الخليج الفارسي وبالمناسبة كل الغرب يسميه الخليج الفارسي وعلى جوجل مكتوب وانتقلت من شرق الخليج العربي الى شرق البحر الابر المتوسط ثم الى البحر الاحمر هذا التوسع الايراني ما نلوم هل نلوم تهران لانها قائمة في التاريخ لانها تتوسع لانها تتحرد بمزيج من غرائز القومية الفارسية والتوسع على الاساس الشيعي انا تقديري ان اللوم يجب ان يوجه الى القاعدين لا الى القائمين في التاريخ اللوم يجب ان يوجه بوضوح الى الانظمة العربية لانها كثير من الانظمة العربية بنت لبنات هائلة في المجد الايراني الحاضر كيف على موجات ثلاث في تقديري واحد لنلاحظ اولا ان مصر كانت مركز المنطقة صحيح ونلاحظ ان الاقطار التي مدت فيها ايران نفوذها واصابحها وحضورها وجماعتها كانت في الاصل مناطق للنفوذ المصر ولنلاحظ انه في عام 1979 جرى هذا التحول مصر عقدت ما اسمي معهلة السلام مع اسرائيل واوحد بانها خرجت من مقدمة الصدام مع اسرائيل في نفس العام مع ثورة الخوميني كانت ايران تغلق سفارة اسرائيل وتفتح بدلا منها سفارة فلسطين يمكن ان يقول اي احد ان هناك اغراضا مزبوط لكن في النهاية يجب ان نعرف ان التاريخ لا يتحرك خبط عشواء ولا على سبيل مؤامرة مرسومة الخيوط ولانه في البعض عنده تفسيرات من نوع ان امريكا متفقة مع ايران ومتفقة مع اسرائيل مستندين في ذلك الى وقائع عابرة من نوع كونتراجيت او غيره لكن الوقائع على الارض اصدق بلاغا بمعنى واحد مصر بصرف النظر عن التفاصيل احنا لسنا في وقت محاكمة معاهدة السلام لاننا في نفس الوقت ندرك غريزيا ان هناك قيودا فرضت على مصر في هذا العام تحاول مصر ان تتملص منها في انهاء مناطق نزع السلاح في سيناء وعودة الجيش المصر الى حدود المصرية الفلسطينية التاريخية لكن مجر على درجات كانت هذه اول درجة احلال ان تقاضي المنطقة لا من قلبها بل من طرفها من الطرف الايران اتنين خلال هذه الفترة يجب ان نتذكر شيئا قبل خمسين سنة باب المندب الذي نتحدث عنه الان الذي امتدت اليه كما شرح اللواء سامير الهيمنة الايرانية باب المندب كان تحت هيمانة مصرية لماذا؟ لان مصر قامت بدور هائل جدا في التغيير اليمني وانهاء العصر الامامي والتحول الى الجمهورية وقدمت لليمنيين فرصة تدخول في العصر وليس البقاء في العصور الروسطة ومن ثم لما جرت حرب اكتوبر كان بوسع القوات المسلحة المصرية ان تسيطر على باب المندب وان تمنع مرور السفن الاسرائيلية تحديدا اثناء الصدام مع اسرائيل هذا يبرز لنا النقطة الثانية التي جرت ايران في النهاية بتبقى لتشكيلها الحالي المستقر منذ قرون هي بلد متعجد القوميات قومية الفارسية في ايران لا تشكل سوى بين 35% الى 40% بالكتير فكيف تصبغ ايران بالصبغة الفارسية من خلال التدخل الوصيق بين المذهب الشيعي والقومية الفارسية بمعنى اكثر وضوحا انه الشيعية انجاز التعبير هي القومية الايرانية الموحدة لكل هذه القوميات العنوان الكبير يعني في عرب كل من عربستان خزستان الى اخره لكن هم اغلبهم من الشيعة فالرابط عروة الوسقة هي المذهب الشيعي وهكذا بقية القوميات سواء كان تركومان او اكراد او 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 الى اخره وهذا ما تدركه ايران غريزيا ومن ثم احد عناصر قوتها ومحاولة احدى استماسك في بلد متعدد القوميات على هذا النحو انها المذهب الشيعة خامنائي الذي يحكم ايران الان ليس فارسي هو من ازربيجان هو اذري ولكن كيف يتفرسن انجاز التعبير من خلال المدخل الشيعي الدول العربية المجاورة بالذات قدمت خدمة جليلة الايران في هذا الباب دون ان اذكر دولة بعنا فيها وجود شيعي في العراق في كذا في كذا في كذا هي عملت ايه شغلت نفسها بايه في فترة التراجع في التاريخ شغلت نفسها بتكفير الشيع واطلاق الجماعات اللي قال السلفية سواء سلفية علمية أو سلفية جهادية او غيره وتكفير الشيع طيب ماذا كان مصير الشيع العرب مصير الشيع العرب انهم وجدوا انفسهم يندفعون الى حضن ايران الى التابعية الايرانية كمحاولة لتعويض نبزهم من هذا العالم العربي ذي الاغلبية السنية والذي يسمح باطلاق موجات التكفير كانت هذه الخدمة الثانية وانفقت فيها مئات المليارات من الدولارات فالفكرة دي اضافت زخم فالتكفير الشيعة في الواقع العربي الطائفية تضع في النسيج الاجتماعي طبعا في الايران هذا نبز الشيعة عربيا يزيد التماسك الايراني والقوى الايرانية لان كل هؤلاء الملايين من السكان الشيعة اضيفوا مباشرة للتابعية الايرانية برفو التي اصبحت صبع غدينية مطلقة بفكرة الولي الفاقي ثلاثة القضاء على العراق ونظام صدام حسين كلنا يذكر ان دولا عربية كثيرة ارضها وسماوتها واموالها وغيرها استخدمت في دعم المجهود الحربي الامريكي لغازو العراق واسقاط نظام صدام حسين ولان الحياة لا تعرف الفراغ وكل فراغ تتركه خلفك يحتلوا غيرك فقد سقطت الثمرة في الحجر الايراني ومن ثم كانت هذه نقلة كبرى في اطار التوسع الايراني مفهوم طبعا هناك عناصر اخرى ايرانية من نوع تركزها على المجهود التصناعات العسكرية وغيرها والاستفادة من التغيرات التي جرت بعد النيار لتعالي سوفينتي والاكل بالجملة اريد ان اقول ان جزءا غالبا من المجد الايراني بين قوساني ساقيلين صنعه العرب بتخجلهم وترجحهم واندحرهم في التاريخ وذهبهم الى حضن امريكا فبدت الصورة في المنطقة المحصلة ان ايران ضد امريكا وايران ضد اسرائيل ونحن كنبارس احنا كنبارس في القسط العرب العرب جميعا وهذا امر ظاهر جدا في اجتماعاتنا وفي جمعاتنا العربية وفي كل القبور من رخان ومن هنا اللوم لا يجب ان يوجه لايران لانه زي ما قلت المناطق التي مدت فيها ايران نفوذها كانت في الاصل مناطق حضور مصري بالارتباط التاريخي بين مصر والشام مفهوم هنا اذكر واقعة لا يعلمها كثير من الناس بعض الناس تتصور ان الوحدة المصرية السورية عمرها ثلاث سنوات ونصف السنة او اكثر قليلا اللي هي ما بين 22 فبراير 1958 الى 28 سبتمبر 1961 مصبور هؤلاء لا يعلمون او ربما لا يلتفتون بما فيه الكفاية ان مصر وسوريا الكبرى يعني سوريا ولبنان والاردن وفلسطين كانت كانت كلها ولاية واحدة في ظل ما كان يسمى بالخلافة الاسلامية في عصورها المختلفة لمدة 650 سنة مش ثلاث سنوات ونصف وإلا رجع نفسكو كيف جرت معارك عنجلوت وحطين وغيرها صح جرت فين جرت فيه ما اسميه انا مصر الكبرى اللي هي مصر والشام صح في ايام الملك نور الدين محمود لم تنفض صحيح لم تنفض لم ينفض هذا الاندماج الا مع ما اسمي بالخلافة العثمانية التي اعادت قسمة مصر عن الشام تمام ومن هنا علينا ان ندرك ما حولنا بطريقة ايجابية وليس بطريقة سلبية مش بطريقة سلبية بمعنى اصفي مؤامرة كبرى هكذا يفعل الضعفاء في التاريخ في اسباب اذا اردتم بالهندسة العكسية استعابت الدور فالطريق مفتوح اما ان لهم الحوثيين مثلا لانهم اجروا هذا و اجروا ذلك بمشورة او بأوامر من ايران هذا امر طبيعي هذا امر طبيعي تحصيل حاصل الكلام فيه ليس له اي معنى طيب السؤال هنا في ظل شرح حضرتك للتحرك الايراني والمد الايراني هل ايران الان تخطط لفتح جبهات والاشتباك الحقيقي مع اسرائيل ولا هي مش عايزة دلوقتي تدخل في هذا الصراح حتى مباشرة مع امريكا ايران بذاتها لن تدخل حرب هذا امرنا معلن معلن ايران بذاتها يعني بجيشها وبحراسها في كاوري وبالواء فيلق القدس وغيرها كويس انما ايران بالواسطة وبالوكالة سوف تدخل حروبا اصغر من الحرب حروب ما بين الحروب او حروب داخل الحرب مثلا كلنا يشهد ما فعل الحيثيون امس ما اثر هذا الفعل من برد النفسي حتى عشان نعرف احنا بنخاطب مين اثر هذا الفعل شعبيا ان كثير من الدوائر الشعبية العربية ترحب بهذا الفعل ببساطة من هذا الاحتشاد الغربي هتقول لي ده ضد القانون الدولي وقواني الملاحة لا لا التهليل ده من مبدأ اي حاجة توجع اسرائيل اقولك صحيح بس هو فين القانون الدولي ده فيما في دمنا الذي يسال بالاف الناس والاف الاطفال وبهذا التدمير الكل من قبل دول ترفع رايات كاذبة باسم القانون الدولي وحقوق الانسان وغيره صح انت بتشتغل على القادة فلندمر قواعد جميعا انت لا تريد التزامر القانون الدولي فلندمر قانون الدولي جميعا فمن هنا كمان يجب ان نلحظ ان حزب الله وهو اكبر هذه الجماعات الرديفة لايران ويمكن يكون حزب الله لاسباب تاريخية له مصداقية اكبر في الصدام مع اسرائيل اذا انه مجاور للارض المحتلة واذا انه معبر عن طائفة كبرى في لبنان 40% من سكان لبنان شيع على الاقل متجزر فيها ثلاثة ان له سابقة اعمال في حرب ضد اسرائيل تردها من جنوب لبنان كثيرا مضخورة في مازلة اتنين ايضا قدم نموذج جديد بسميه المقاومة العربية من نوع مختلف اللي هي بدأت به بدأت بالحس الاستشهادي يعني من 40 سنة الايام ريجان رئيس الامريكي ريجان نزل المارينز مشاتل بحرية الامريكية في بيروت ونزل مشاتل بحرية الفرنسية في بيروت ماذا فعل حزب الله قد جان جنينا في رحم الغيب وقتها شخص واحد استشهادي واحد دمر قعدة مشاتل بحرية الامريكية في بيروت وارض فيها 241 قتيلا من مشاتل بحرية الامريكية وعدد اكبر من الجرحة وكذلك فعل مع الفرنسيين ماذا كانت النتيجة فعلت امريكا ما يتوجب عليها ان تفعله اللي هو ايه انها سحبت قوتها فور من المنطقة فقول ذلك لكي لا يخوف احد زيادة عن اللزوم بالاساطير الامريكية وبالغواصاتها النووية وبالجيرالد فور ده حاملة الطائرات ولا دوية ايزنهاور حاملة الطائرات الاخرى ولا اوهايو والغواصة ولا كذا فيه 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 بالحس الاستشهادي اضف اليه فيما بعد لانه اولا لا تملك اسرائيل بين مجدوجين كيان المحتل لا تملك امكانية المقارنة او مقاومة او تقديم مثال بديل للحس الاستشهادي هجيبوه منين صحيح هم اللي يأمنون اصلا ان فيه جنة او افنار هما جنتهم بدنيتهم باعتبروا انه شعب الله المختار او لا اخر كل هذا الاساطين اتنين تقدمت خطوة اخرى هذا هذه الحالة من المقاومة التي ابتدرها في المنطقة حزب الله بان طورت تكنولوجيا الذاتية تتحدى التكنولوجيا الغربية في المعركة القائمة بنار كيف ان حماس اللي هي طبعا حصلت على دعم وتمويل ايراني وبالسلاح والمال وغيره وغيره كمان بتصنع اسلحاتها ذاتيا يعني لما مجمونا نتكلم عن اليسين 105 أو عن قنبلة العمل الفدائي أو الى اخر و الى اخر كل هذه الابداعات هي ابداعات ذاتي و انطائرات المسيرة و الى اخر هذا النموذج البديل من التكنولوجيا لان التكنولوجيا يمكن تحديها لكن الحس الاستشهادي لا يمكن تحديه فاذا ضفت الحس الاستشهادي الذي لا يمكن مقاومته كان اسحاق رابين يقول ببساطة قل بربك ماذا افعل مع شخص يمشي في الشارع و في نيته انه يعمل عملية انتحارية كما يسمونها اه اللي هي العملية الى ايه الجهاز مخابراتها يعرف دي مش قواعد هضربها دي مش اماكن هضمرها ده واحد في قلبه وفي مكنونه فهنا المثال ده اللي قدمه حزب الله الحقيقة غزة الساحة الفلسطينية في طور الجهاد والحركة وحركة حماس جهاد الاسلام وحركة حماس وايضا حتى كمان في جماعات اخرى احنا يعني حماس لانها القوى الرئيسية في التوازن الحالي بنغفل عن ادوار لجماعات اخرى زي الجهاد الاسلامي زي الجبهة الشعبية زي كتاب طبعا حاجل حماس والفصال هااة اتصالا بالحالة اه انا لن ادخل في حرب بذاتي لكن انا سأناوش وارد عد اصابة سواء للقوى الامريكية في العراق القواعد الامريكية في العراق وسوريا في لبنان ان بارح حزب الله مسلا طور العملية في قاعدة عسكرية إسرائيلية اسمها بيرانيت دمرها تدميرا لما تشوف المشهد هو مشهد غزة بالضبط بصواريخ بركان فهنا لا يعني فيه إمكانية رجراجة لأن تجري جماعات في المنطقة غالبها موالي لإيران محابي لإيران وكل ما شئت إنما هي في النهاية في قلب المعركة في خدمة حتى الصراع العرب الإسرائيلي ثم في خدمة الوجود العربي بصفة عامة هل حددك من أنصار التقارب العربي الإيراني ولا الصدام العربي الإيراني؟ لا أولا الصدام العربي الإيراني جرى تجريبه وكانت نتائجه أنت عملاقت قوة إيران فالتقارب العربي الإيراني بحقائق المنطقة مطلوب لكن فيه مسافة بين التقارب والخضوع لا يملأها غير نهوض عربي نهوض عربي يعني إيه؟ يعني نهوض صناعي نهوض عسكري نهوض 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 إحنا خرجنا من التاريخ نريد أن نستقنف الدخول في التاريخ فلندخله بأدواته مفهوم ومن ثم يحدث التوازن في التقارب صحيح الحفاظ على الصلاة التاريخية وفي نفس الوقت أنه ما تبقاش إيران لها هذا الوجود لأنه ببساط هل خلال خمسين سنة دول أي حركة مقاوم؟ حماس ولا حزب الله ولا أي حد صادف دولة عربية مدته بالمال والسلح فرح لإيران؟ لا والله حصل وهم لا اعترفون بذلك يعني حزب الله مثلا ما بيقولكش لا أنا مش إيراني أنا مش ده بيقولك من أكلنا وشربنا وهدومنا لإسلاحنا من الجمهورية الإسلامية في إيران صح لكن أنا حقيقة على الأرض حقيقة كبرى أكبر عدو تخشاه إسرائيل إلى الشرق منها أكبر تهديد وجودي وجودي ونعني الكلمة هو حزب الله وليس أي جيش عربي حتى في الدول التي تسيطر عليها ولا الجيش الإيراني نفس لأنه لن يدخل حرب لأنها حرب غير متنظرة أنت بتشتغل بطريقة الجيش النظامي عندي أحسن طيارات وعندي أحسن سفن وعندي مدافع وكده أنا أجيبك الأرض بطريقة أخرى صح كما يحدث في الصدمات غزة الآن ماذا حققت إسرائيل بعد أكثر من 45 يوم على الحرب صفر صحيح هي لم تحدث لم تفعل سوى أن خافت وجبنت عن خوض معارك وقتال الرجال وجهاً لوجه ومن المسافة صفر واستعالت عن ذلك بالاستقواء على المدنيين العزل والتدمير الشامل بالقنابل الأمريكية وبالأسلحة الأمريكية وكذا هنا هنا نسفت نسفت أسطورة يعني أنا هنا عاوز بن قوسين أشير إلى الدكتور أسامة الغزالة حرب قبل أيام كتب مقالاً ملفتاً في زاويته اليومية بجريت الأهرام كلمات حر قال إيه؟ الاعتذار أنا بعتذر للشعب المصري والشعب العربي ولنفسي عن أني في يوم من الأيام صدقت أنه يمكن إجراء سلام مع إسرائيل وشاركت في لقاءات تطبيع مع نيتانياهو وغيره اتشفت كل هذه الوحشية كل هذه البربرية لا يمكن هذا كيان لا يمكن صناعة سلام دائم ومطمئن معه لا أعني بذلك أن على مصر مثلاً اللي عقلت مواهد السلام أول مواهد السلام لأنه في جانب الناس تعالد سيناء ثم كذا وسيناء ليست شيئاً هيناً 61 ألف من 81 ألف كيلومتر مربع كلتها إسرائيل في 67 أكتر من 3 أرباع المساحة وطبعاً تفكيك القيود الأخير ساهم في إعطاء هذا المعنى مضموناً جديداً يعني مثلاً إحنا كنا نسمع أغنيت شادية مصر اليوم في عيد سيناء عادت كاملة لنا ومصر اليوم في عيد هي الحياة ما كانتش عادت كاملة لنا عادت سورياً لأنه مناطق نزع السلاح كانت ممتدة في عمق سيناء الآن بتعود كاملة صحيح ومن هنا نفهم ليه الكلام عن التنمية هي مشروعات التنمية دي اختراع كانت موجودة طول الوقت في قطط وأوراق ودرسات لكن كيف تجري تنمية في أرض ليس لا تسيطر عليها هي مكتوبة باسمك بس هي رهنة عندك أم عوزها أنا أخدها يعني ديك كانت الفكرة فمصر بالغريزة الأمنية وغريزتها بتتحرك إلى أمام صحيح أنها لا تريد الدخول في حرب الآن لكنها قد تفرض عليها في أي وقت مثال إحنا ضد تهجير الفلسطينيين إلى سينة حفاظا على سيادة مصر من جهة وحفاظا على القضية الفلسطينية من جهة أخرى لأن رأس مال القضية هو شعبها إذا شعبها خارج منها شعبها على أرضها أيوة فإذا خرج لن يعود وهذا الدرس العظيم الذي أدركه الشعب الفلسطيني نموت في أرضنا لكن لا نخرج منها أبدا ومصر من مصلحتها ده افترض جدلا أنه إسرائيل في التخبيط اللي بتعمله وفي الفوضى اللي بتعملها وفي الاضطراب الذي تمر به دخلت إلى جنوب غزة لكي تدفع الفلسطينيين إلى الحلود المصري هل ستظل مصر عزان نحو أنا لا أرجح ذلك مفهوم في غالب الأحيان أو في غالب الظن إسرائيل ستفرض خطا قصد مصر ستفرض خطا أحمر لا تتعدى في الحجمات الإسرائيل طيب اسمح لي هنروح لفاصل فضل ويكفي أنه الجزء عشان نقفل الملف الإيراني حضرتك في النهاية مع تقارب العربي الإيراني لكن تقارب الأقوياء أنا تقارب عربي إيراني ونهوض مشفوع بنهوض وده اللي يخليني قوي إنما تقارب على طريقة أنا مضطر تقارب المضطر هيبقى خضوعة هيبقى خضوعة لأن إيران بتتفرعن يعني خلينا بين مدهوض هذا أمر مألوف في التاريخ التاريخ مش قصة رومانسية قصة طريقة قلت ليه أنت بتعمل فيها كده وليه أنت عملت في نفسك كده يعني ما هشقوله أنت بتعمله فينا ليه كده عملت طبعا جرائم وبشاعات لا نهاية لها في الأقطار العربية ضد السنة وغير السنة وضد القومين وغيرهم صحيح ده صحيح لكن في نفس الوقت أنت الذي جعلت لنفسك من نفسك ضحية أنت اخترت لنفسك دور الضحية ثم قدمت للآخر دور العملاق بعد الفاصل نكمل الحوار أهلا وسهلا بحضراتكم حوارنا موصول مع الأستاذ دكتور عبد حليم أنديل أستاذ عبد حليم الأسبوع اللي فات لما حولك كنت موجود معنا تكلمنا عن حركة حماس صحيح وحضرتك قلت أنه في أوقات الحروب والصراعات تجد نفسك مضطرا لتأييد حماس باعتبارها القوة الحية المناوئة أو المقاومة فلسطينية ضد إسرائيل وفي الأمور اللي بتتعلق بأوقات السلم والاستقرار تجدها مثيرة للفوضى وعدم الاستقرار بسبب أيدولوجيتها وخلفيتها الراديكالية المتعلقة بمشروع الإسلام الديني أو الإسلام السياسي أو ما لذلك في ناس تواصلوا معنا الحقيقة وكلموني وقالوني إحنا ما قدرناش نفهم قوي رجزيب حليم أصدق إيه هل حماس فصيل مقاوم كلنا نصطف خلفه ونؤيده ونعرف إن مشروعه هو التحرير والكفاح من أجل الاستقلال وقال لحنا بنكلم طول الوقت وهم طبعا حطين في حسبانهم ما رأوهم من حماس وقت حكم الإخوان هنا في مصر هذا موجود في الخلفية المصرية أو الدينية المصرية وقال لنها طول الوقت عندها مشروعها الخاص ليس عروبي وليس تحرري ولا علاقة لو بهذا الكلام لا الكلام ببساطة حتى لا يلتبس الفهم في الوقت الراهن حماس أو أي حركة مقاومة فلسطينية أخرى ما دامت تلتزم خط المقاومة ضد كان الاحتلال وما دامت بعيدة عن أي تدخل أو تدخل مع شؤون في الجارات العربيات مصر أو غير مصر تستحق مطلق التأييد كويس يعني ده شرط ده شرط وضوء وأعتقد أن حماس ذاتها أدركته تمام في حدود علمية يعني أنا ذكرت بأنه وقت حكم مرسي على سبيل المثال رحمه الله ورحم الجميع لا تجوز إلا الرحمة على كل الأموات الذي حدث أننا كتبت في ضوء التزامي المبكر بالأضياء الفلسطينية وبقضية تعريف فلسطيني وباعتبار قضية فلسطيني قضية وطنية مصرية كتبت مقالا بعنوان تحذير لحركة حماس مضمون التحذير لا تفرطوا في الالتصاق بحكم الإخوان في مصر لماذا؟ لأن حكم الإخوان صار مكروها وسيصير مكروها أكثر لأننا في 15 أكتوبر 2012 يعني بعد حكم مرسي بثلاث شهور قلت كتبت مقالا عنوانو سقوط الإخوان في ميدان التحرير صحيح ليس تفكيرا بالتمني وإنما عن قصد عن قصد يعني وعن سابق إدراك أنا أذكر أنه لما مرسي عاد مع شفيق الانتخلاس كان الناس بعض الناس المرتبطين بصورة 25 ينار وفكرة التغيير في المصر في حيرة شديدة وبعضهم أثر المقاطعة أنا أخذت موقف مختلف إيه الموقف المختلف؟ بعيدا عن عصر اللمون والحاجات دي أنا في العادة أكتب مقالاتي بعنوان من كلمتين أو تلت كلمات نادرا ما يبقوا أربع كلمات لأن من الناس اللي يؤمنون أن البلاغة في الإيجاز كويس في هذا اليوم بالذات في هذا الوقت بالذات كتبت مقال أسبوعي في جريد صوت الأمة التي كنت أدرأ أستحررها كتبت العنوان على سطرين على عرض تمن أعمده لكي لا يقول لأحد لما بعد أنت قلت وأنت ما قلتش للتباسات قلت بالنص الشعب يختار بين النار والعار والتصويت لمرسي على طريقة أكل الميتة ولحم الخنزير كما ترى عنوان كأنه مقال طويل فالفكرة وفي هذا الكلام قلت لا بد أن تفسح الطريق للإخوان لكي يحكموا ما شاء لهم حكم لأن هذا الحكم هو مقتلكم مقتلكم ليه هلأ أنهم بالضرورة شياطين يعني بحكم التكوين التكوين إيه التكوين ببساطة بيتعلق بإطلاق شعارات من نوع الإسلام هو الحل هو حد هيقولك يعني الكفر هو الحل مثلا لكن في النهاية الفكرة الدينية في السياسة ما دامت أو في السياسة العربية اللي كي يكون أكثر تحديدا لأن في أفكار دينية في السياسة الغربية ما دامت على البر فهي فكرة محلقة عالية جدا في السماء لأنها مرتبطة بالإطلاق صح الإطلاق الخالق وقدرته التي لا تحد لما بيحكم بتنزل الرشة السماوية دي على الأرض فيبقى لها أبعاد طول وعرض وارتفاع وار وهي أبعادها جوفاء طبعا ومن هنا لم تجد من سبيلا إلا تكرار ما ألفته من الحكم الذي قبلها ومن هنا أطلقت على مرسي في وقت من الأوقات إنه مبرك بدأني مش أكتر من كده يعني تعيد إنتاجنا في الكلام هذا جذره إيه في التفكير في المنطقة اتهمنا يعني راقب مثلا علاقة الإخوان بعبد الناصر صاحب أكبر مشروع في تاريخ المنطقة مشروع قومي وطني مصري قومي عربي تنميوي إلى أقر كانت العلاقة طيبة قبل قيام صورة 52 وظلت على نحو ذلك إلى عام 54 ليه لأن إيه كان مطالبهم أن نحن تتعرضوا قراراتك وقوانينك وعلينا فنقول لكم كده شرعي وكده غير شرعي أن أنتو تخلي الستات تلبس طرح أو كذا قالوا أنا لن أعين شرطة في الشرع عشان تقيس ملابي ده هذا التزام شخصي جيني صح لا أتدخل فيه كسلطة وإلى أخوة وثم وقع الصدام وارتبط الإخوان بخطط بريطانيا وكذا وكذا وقلت في هذا الوقت وقلت الكلام ده في الحلقة الماضية أنه لم يعهد عن الإخوان ولا جماعتهم في المنطقة كلها من سنة 52 لسنة 1987 يعني نشوف حضرتك كم سنة أنهم يدعون إلى مقاومة مسلحة ضد كان الاحتلال إسرائيل بل يقفون على النقيد من ذلك لما بدأت حركة حماس كفرع من الإخوان في فلسطين 1987 ظهر أول جسم إخواني في فلسطين أو زيخل فيه إخوانية لكي أكون محددا يقاوم إسرائيل كفاحا مسلحا بينما الأقسام الأخرى وقفت موقف أخرى درابت أمثلة قلت في حاجة اسمها الحركة الإسلامية الشمالية في الأرض المقتلة سنة 48 ودي مرتبطة بالقدس والمسجد الأقصى وأشياء من هذا القبيل في حاجة اسمها أعدم اسمها الحركة الإسلامية الجنوبية هي عندها تأسيس الإخوان في إسرائيل بيقودها واحد اسم منصور عباس بيصف حماس بأنهم إرهابيون وأنهم مخربون وأن إسرائيل قبلة الحياة الدنيا والأخرى فهنا هو ده الفرق مفهوم في السياق الفلسطيني أي حركة مهما رفعت من شعار إسلامي يساري قومي إلى آخره لأن أنا قلت أن هذا تاريخ متحول وضي قضية ممتدة في وقت ما كانت فتح فقال بالصورة لوقت حماس في قلب الصورة بعد ذلك لأن الصراع سيمتد كما قلت المدى قد يقارب العشرين سنة على الأقل هتظهر حركات أخرى ويسموها حينا حماسات أخرى أو غيره يعني هكذا وعاوز أنبه كمان لشيء مهم في تركيبة الحركة الإسلامية بين قوسين لكي أشرحه أنا وأنا بقاوم الأعداء اللي هما المستعمرين الأجانب المحتلين خاصة في أقطار زي الجزائر اللي تعرضت للاستعمار استطاني إحلالي وفلسطيني اللي تعرضت للاستعمار استطاني إحلالي بيحصل إيه؟ بيحصل أن أنا بتعرض لاقتلاع من الجزور ومن هنا بترجع للجزور اللي هي دينك ولغتك والمغيرة مع الآخر صح ومن ثم كمان في السياق العربي التاريخي اللغة اللذاتها هي الدين لأنها لغة القرآن ومن هناك كتتيب وكذا وكذا لعبت دور هائل جدا في حركة تحرير الجزائرية اللي امتدت في 130 سنة وعاوز نبه مثلا أن بوميديان اللي هو خلف بن بيلا كان طالبا أزهريا وبن بيلا نفسه كان منتسبا لزيك لكن لما حكموا حكموا بمشروعات اشتراكية وتنموية مختلفة خالص ده ما يذكر فيها مصبور كلمة الإخوان وكان الإخوان على الناقيد منهم فهو مش مبدأ فهنا أنا بدافع عن في مراحل حروب التحرير الوطني خاصة أنا أقصد حروب مش مراحل التحرير الوطني الحروب من هذا النوع حروب الاقتلاع والإثبات بتستدعي ده بمعنى أنه أنا بدافع عن البيضة هي أرض دي وفيها مسلمين وأنا لقيتها كده ولازم أدافع عنها كما هي ومن ثم الروح الاستشهادية بتؤتي فعلا إيجابيا هائلا إذا استخدمت إذا لم تستخدم كما فعل الإخوان في مراحل عديدة من تاريخهم في فلسطين أغلب تاريخهم أو كما فعل الإخوان في العراق مثلا لما احتلت رجل وقفوا مع المحتل الأمريكي أو كذا فأنا هنا لا أصدر حكما عاما أنا أصدر حكما متعلقا بحركة في توقيت معين بذاته مفهوم إنما وحسب تصرفها المعلم لا حماس ملائكة ولا الجهاد ملائكة ولا هم يصيبون بقدر ما يقاومون ويخطئون بقدر ما يخرجون عن هذا المعنى حلو قوي هذا هو العنوان حماس وباقي الحركات يصيبون بقدر ما كانوا في خندق المقاومة لأن اختيار الشعب الواقع تحت الاحتلال اختيار مع مبدأ المقاومة مفهوم في وقت معين حتى بعد مضاد حماس لما كان عرافات موجود كان له شعبية أكبر بتاريخ حركة فتح أريد أن أنبه أيضا إن حركة فتح ذاتها حين نشأت سنة 1957 كان 11 من 12 من مؤسسيها من المنتمين سابقا لجماعة الإخوان لكن جماعة الإخوان وقتها كانت ضد المخام مسلحة ففصلوهم وكان فيه واحد بس من حزب البعث اللي هو فاروق قدومي أبو اللطف الأبوات دول كلهم بعد كده لما عملوا حركة فتح لأنه فيه أهمية للسياق اللي ظهروا فيه إن فتحت حركة فتح على كافة الأطياف الوطنية وأصبحت اسمها حركة تحرير الوطن الفلسطيني فتح مظبوط يمكن لحماس أن لو وجدت في مثل هذا السياق أن تتحول هذا التحول هذا السياق غائب الآن هذا السياق غائب الآن لكن القاعدة عندي إذا أنت بتقاوم إسرائيل يجب أن لا تدمع مع مقاومة إسرائيل قلبا أخر أنت تقاوم إسرائيل فقده يمكن يا دكتور اللي خلى أسهم نقطة آخر السطر أسهم أبو عبيدة مثلا مثلا تنطلق على هنية وخالد بشعل وكده الذين يجلسون في فنادق بالزبط في جلوس فنادق أيضا كلنا يذكر يعني رجال عربي عموما ممنها رجال مصرية الحياة بتجي في الحيفة وتتصدر تتنقع فيه تعبير في الفقه الإسلامي كده الموافقاء المسلمون في الوصول الرسطة كان يقول لك حذاري من شيئين الترخص أو التنطل أيه الترخص التماس الرخصة في غير موضع يقول له حلال يا رجل والتنطع اللي هو التشدد في غير موضع يجي في الهايفة وتتصدر زي ما احنا بنقول كده فهم اللي بيحصل إن فيه متنطعين يعني أنت دلوقتي عاوز تقول لي إنه حماس ده بدامنا ارتكب خطأا في وقت الوقت هو خطأ وأنا أشرت إليه وهم ردوا عليها في وقتها الحياة وقالوا إحنا بنعمل كده وإنشان نعمل كده طبعا لما يكون هذا الصحيح لكن هم كفوا عن ذلك بدليل إن الدولة المصرية نفسها عندها علاقات ووسيقة مع قادة حماس وقادة جهاد وقادة كذا لسنوات خلت لا تعتبرهم أدو لأن الدولة المصرية أولوياتها بالغريزة الدولة المصرية هي الدفاع عن أمنها ومن سما في إنها مقاومة لكيان الاحتلال صح هي موضوعيا في صالح الدولة المصرية في حقائق غورافية وتاريخية يا أخوانا إحنا مش هناخد بلدنا ونوديها الأرجنتين مثلا اللي فيها رئيس عوز لزور إسرائيل دي إحنا مش هناخد بلدنا هنا دي هكذا وجد الوضع وكما قلت من قبل اللي بيقول ما لنا وما الفلسطين زي اللي بيقول ببساطة ما لنا وما المصر ومن ثم التنطع الذي نراه في بعض الظواهر الإعلامية المصرية الحقيقة وهي زواهر مارينز غريبة وشازة على الثقافة الذاتية الوطنية ولا أريد أن أذكر أسماء فكلها معروفة وكلها ملطخة وشريكة في الدم الفلسطيني كما أمريكا شريكة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية يعدون ويزيدون في مزايا الغرب غربي إيه؟ أنا لا أقول أنه ببساطة يعني هذا قفز فوق التاريخ ما هو تاريخ الغرب بخلال خمسة كورون نضط من سقوط غرناطة واكتشاف الأمريكاتين غير القتل والإغالة في قتل كل الناس وغير كذا أتطور صناعيا وثقافيا وكذا وكذا أتطور لكن حصل تحولات كبيرة في القرن العشرين تواصل أثرها في القرن الواحد وعشرين إيه تحولات دي؟ العالم مر بمرحلة من التاريخ الذي ذكرته 1492 السيادة المطلقة للغرب الثقافة هي الغرب شوف الشوارع نظيفها إزاي شوف المش عارف إيه تلخيص البريز في تلخيص بريز وكذا 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 طيب وإحنا احتلنا الغرب كما احتل غيرنا كل جنوب العالم مصبو وشرق لما حصلت الحربين الأولى والتانية على خريط قرن العشرين ودول حرب وهتان حربان غربيتان ليست علميتان هم اعتبروا نفسهم هم العالم وبقى أي حاجة يعملوها يبقى هم العالم ومجتمعهم يبقى هو المجتمع الدولي لا يروننا احتقارا لا فضعفت وانهكت القوة الاستعمالية الأوروبية الغرب بريطانيا وفرنسا في الصدام مع الناس ومن ثم تقدمت القوة الأمريكية من وراء البحار لتقود الغرب لكن في هذه المرحلة أين كنا نحن كنا في قلب مرحلة بسميها اللي هي فكرة تحدي الغرب لأنه لما ضعف الغرب حركات مقومتنا وحركات سواء كان سياسية أو عسكرية أو غيره وجدت فرصة وفي تحدي الغرب كنا في قلب هذه المرحلة معركة السويس على سبيل المسلم ساة 1956 ليقطع الزيل الأسد البريطاني وإنهاء الامبريطاني كنا بتدافع الحوادث في قلب هذا التطول ثم بعد ذلك العالم ما وقفش العالم اللي هو كان عالم المستعمرات السابق لم يقف عند هذا النقطة احنا خرجنا من التاريخ من أواصل السبعينيات وهذه قصة طويلة مريرة تتعلق بحرب أكتوبر وانتصار أكتوبر وما جرى بعده بأوضاع السياسة خرجنا من التاريخ لكن الآخرون وصلوا في أسيا وفي أمريكا اللاتينية وكذا احنا وأفريقيا وقعنا من أعر الأوف فضلنا في المرحلة الأديمة ثم عدنا للمرحلة الأقدمة اللي هي مرحلة السيادة الغرب التماس الحماية من هذا الغرب وهذا ما يبرر وجود عشرات القواعد الأمريكية في المنطقة والمتغطي بالأمريكان عريان بينما العالم تقدم إلى مرحلة جديدة بأسمها تجاوز الغرب يعني إيه تجاوز الغرب يعني امتلاك ذات القوة المادية والتقنية التي يمتلكها الغرب وزرعها في بيئات ثقافية أخرى ومن هنا بقى الظاهرة الصينية وظاهرة أسيا وأمريكا اللاتينية والهند وكذا فاحنا بننظر لهذا التطور في اندهاش لأن آخر مشهد شافته عينينا قبل من نام كان إن أمريكا كل حاجة فالذين يرددون الآن هذه الثقافة المارن زي وده تعبير زي زي هما زي مشات البحرية الأمريكية كده في الحقل الثقافي وبعضهم طبعا بيلعب دور مقنع لصالح الموساد هنا انت مصلحتك فين مصلحتك بعد هذه الإفاقة انت تشوف العالم راح فين مش معنى كده أنا بقولكش قاطع الغرب لكن أدرك الغرب وادرك الحدود وادرك أن الغرب في السياسة وفي التاريخ كسبة كبيرة جدا وأن لا أحد قتل من بني البشر أجمعين كما قتل الغرب هذا البطل المنتفخ غرورا الإغريقي اللي حول سيد المسيح لمجرد ذكرى كما قال إيريك فروم وده عالم اجتماع يهودي بالمناسبة من أمريكي من أصل ألماني قال لك الغرب بتعامل مع المسيح كده كأنه زيارة لكن الإنسانية الغربية لم نره إن كلم عن باريس عاصمة النور مثلا هل تعرف مثلا هل يعرف السادة المشاهدون والسيدات المشاهدات إنه لا توجد ليوجد مدحف جماجم في هذا العالم إلا في باريس من جماجم الجزئرين هل يعرف هؤلاء إنه فرنسا الحرة هي التي أقامت دينينة حيوانات بشرية زي ما قال يقاب جلانت ده وزير الجيش لما وصف الفلسطينيين منهم حيوانات بشرية هم جابوا بشر من أفريقيا وعملوهم في جنينة وعطعوا تذاكر وبقى الناس يتفرجوا عليهم هم كما هم عراطا كما ولدتهم ومهاتهم ومعادتهم يعني فإنت بتتكلف يعني هل يعني طيب الغرب بقى يتم التعامل معه إزاي بلغته لغته اللي هي إيه الغرب بما فيه طبعا وأوله أمريكا يعني أنت عاوج واحد مؤمن بقصة أمريكا يقف ضد قصة إسرائيل هو ماذا فعل الأمريكان الواسب دول اللي هم الوايت أنجلوساكسون بروتستان بروتستان دول دول عملوا ايه دول جمع كان فيه نضحم ملايين أتلوهم وعاعدوا محلهم ومن هنا هو يتفحم جدا حكاية إسرائيل لأن في تاريخه نفسه فيه ولايات اشتروها صحيح في لوريدا وكذا وكذا واشتروها فهيقولك ايه يعني انتم مسكين بالأرض ده ليه يعني با احنا هندفع لكم خدوا الفلسطينيين وحنا هندفع لكم وهكذا هذه العقلية عقلية لا تفهم الحق بصفة حقا والظلم بصفة ظلما رفو هي تفهم ما ينفع وما يضر إذا مشيت معانا إذا أتلناهم يبقى كده تماف إذا أضرون بقى إذا دميت أصابعنا أو أفلست جيوبنا لا نقف هنا هنا يحدث الضرر ومن هنا الإدرار بالغرب هو سبيل التحرم من الغرب اللي كي تعتادل الموازين لسه كلنا بنتكلم عن شيء من حقائق المنطقة اللي هو إيران وهذا سياق مختلف فبقولك تقارب وتناطح يعني يعني فكرة أن تثبت نفسك في التاريخ أنتش هتثبت نفسك بشوية فلوس معاك أنت بتعمل أي تنمية بتعمل أي تصنيع بتصنع إيه سيادتك دفاعا عن وجودك ما فيش حد بيدي حد فرصة بالسلام وإحنا ابتدين ده كلام يتقال في احتفالات كده يعني رومانتيكية إنما في التاريخ القوة التي تصنع السلام قوة متفقين تماما فبرضو مع الغرب الإضرار بالغرب هو سبيل لاعتدال العلاقة ليه؟ لأن إسرائيل الكيان إسرائيل أسمه ما شئ أنا ما عنديش لا مشاحة في المشطلحات لا مشاحة في المشطلحات أنا مش هقعد أمسك لازم أقول الكيان والسلموني لازم أقول عشان أثبت إننا كذا هذه الإسرائيل حركة غربية غربية ومنسمى هذا التدافع من الطيار الرئيسي في الغرب لأن في غربين تظهروا وكذا وكذا وطيارات إنسانية وامتزجت مع الجالات الفلسطينية والعربية وبينادوا تحليل الفلسطين كلها من نهر البحر إنما الطيار الرئيسي في الغرب وريس كل هذا القهر وريس كل هذا القم وريس كل هذه البربرية هو ضدنا لأنه إسرائيل منهم جزء منهم ووضعتها قاعدة متقدمة وقلنا أكتر مرة ويعرف الكافة إنه هو بايدن لما يظهر بالصورة الهزلية دي هيقدر يقول إيه؟ ما هيقدرش يعمل حاجة مش بسبب تقدم في السن بسبب الشيخوخة التي قالت إليها أمريكا نفسها وشيخوخة الفكرة الكاذبة التي تفعل عكس ما تقول على الدوام ده خلا بسبب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا